اشتركوا في القناة في القناة فصلت وشرحت ويش يعني توزيع بفكرة ويش يعني توزيع من دو فكرة الموضوع الثاني هو طريقة التوزيع هذا كيف أنها تعطينا الطابع الوجداني باختيارنا للآلات البسيطة ولكن فكرتنا مركزة الهدف من هذا التوزيع أنك أنت تخلق عمل تواشيحيا صح التعبير لكن بالإقاعات وربما برضو تستخدموا إياه آلات موسيقية المقطع هذا أنا بتكلم كيف أنت توصل بالأفكار هذه إلى جملة توزيع فيها هذا الإحساس الجميل من الارتخاء والوجدان وغالبا هذه تروح في معاني خلنا سميها الإلهيات الوجدانية اللي تكون أنت تقريبا مباشرة تخاطب الله سبحانه وتعالى بها عموما شباب خلونا نركز في مقطعنا هذا لأننا راح أتكلم عن أكثر من معنى لتوصيف هذا التوزيع وهذه الصورة بشكل عام بسمعكم طبعا الآن الجملة اللي أنا سويتها علشان الشرح من البداية أنا من أنا في ضياب الأنا إن قلبي تائب تائب أنا من أنا في ضياب الأنا إن قلبي تائب تائب أنا من أنا في غياب الأنى إن قلبي تائب تائب مثل ما لاحظنا الشباب هي بسيطة بالمكون اللي فيها يعني فيها إقاعات فيها كورال وفيها توزيع راح أتكلم الآن عن نوعية الطبقة والمقام اللي ممكن أنت تبدأ تنفذ بها عمل من هذا النوع يعني الطبقة اللي أنا سويتها تعتمد على شنه أنت إمكانيات صوتك أكيد تختلف لكن تأخذ بعين الاعتبار أنك الطبقة اللي راح تسجل عليها ممكن أنك أنت توصل إلى القرار فيها مضروري الجواب لاحظين الآن هنا يعني لاحظ الجملة هذه أنا سويتها علشان أبغى أضيف عليها قرار خلينا نشوف القرار هو كم موجود هنا نضيفه على نفس الجملة هذه طبعا شباب نعرف أنه عندنا الالايمنت ونرح أستخدم الالايمنت هنا خلاص الآن مباشرة صار القرار معي على نفس اللحن خلنا نسمع لها تائب 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 أنا من أنا في غياب الأنا إن قلبي فهذه النقطة الأولى لما تختار الطبقة اللي تبغى تنشد بها تختارها طبقة ممكن أنك أنت تأدي فيها قرار بصوت جهوري أنصح التعبير فملاحظ أنت الآن عندي أنا في هذا العمل مجزء العمل إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول الصالو بعدين جزء فيه قرار وبعدين دخل الكورال فقط مو أكثر من كده والعمل هذا أو الجملة هذه يعني لاحظ يا باب زمنها دقيقة ونص يعني هذه الشغلات اللي أنا أتكلم فيها هي جمل خفيفة وجدانية فيها فكرة محددة ما فيها تنويع كثير في اللحن ملاحظين أن المقام اللي مستخدمنا برضو مقام يناسب هذه الأجواء وهو الكورد ممكن أنك أنت في نفس الجمل هذه تضيف من أجواء الحجاز لأن أجواء الحجاز راح تعطي أكيد يعني سلطنة أكثر في هذا النوع من الألحان اللي أنا أسميها ألحان تواشيحية لكن هذه عليها إيقاع نشوف الإيقاع اللي موجود يعني هي تفضيلات شخصية ولكن نلاحظ أن ما فيه أي تكلف مجرد إيقاع بسيط أنا من أنا في غياب الأنا يعني أنا المكتبة اللي مستخدمينها مستخدم مكتبة خلطة طبعاً الخلطة هادي مستخدم فيها مكتبة الهاليون هادي البركوشن وهنا الكيك برضو مستخدم خلطة الكيك خلطة الأولى هادي لاحظ فيها برضو الشخللة نصح التعبير إذا نسموه شخللة وهادي مجرد كيك وهنا بما تحل مقام السنير أو مثلاً الطار نعرف أن التواشف تستخدم الطيران أكثر ملاحظ يعني هي مخلوطة وأكثر من نوتا اللي شاف مقطع كيف تضغط نوتا واحدة وتعطيك أكثر من طبقة خلي لما نسوي له نضغطها له فصالت الخلطة هادي وهذا بالنسبة إلى دعم الثاني نصح التعبير يعني شباب هادي تفضيلات شخصية ولكن تعطيني بالشكل العام هذا الصوت أنا نسمحهم لحالهم مجرد إيقاع بسيط شباب أنا الفكرة اللي أريد أن أتكلم فيها في هذا المقطع أن هذه الأصوات تمازجها مع بعضها بالنتيجة يعطيك هذا الإحساس طبقة تقدر أن تتأدي فيها قرار المقام الكورد وبرضو تعطيه من الحجاز ممكن لاحظ السرعة 110 الإيقاع اللي أنا مختار إنه برضو إيقاع خفيف ما فيه أي تكلف آلات جدا بسيطة أضفنا القرار في الجملة الثانية وبعدين أضفنا الكورال في الجملة الأخيرة اللي هي ثيمة هذا اللحن نبغى نختم بها التوزيع حقتنا فصارت الطريقة هذه فخلينا نشوف الكورال يعني الكورال أربع خطوط عاديين صولوا أنا أنا من أنا في غيار ولاحظ معاهم يمتد الصول إلى هنا وبعدين يوقف ليش؟ علشان أنا أبغى أكفل اللحن أو العمل هذا بختامية الكورال راح نسمحها وراح أوضحها هنا هذا الجواب طبعا الجواب إذا أنت تقدر توصل للطبقة العادية بدون ما تستخدم المستعار فيكون أجمل بالنسبة للكورال هنا القرار وهذا الهارموني طبعا الهارموني أنا مستخدم فكرة واخدتم كوبي من هذا يعني أنا ما سجلت عليهم أخد كوبي من هذا ورحت عملت له بالسكيل أسيستنت أنا شرحت كيف أنك تقدر تطلع هارموني باستخدام السكيل أسيستنت طبعا أنا مستخدم هنا كسكيل هو سي ماجور أنت تقدر تستخدم الطبقة اللي تناصب قلنا نحن في البداية أنه معتمد على أنت الطبقة اللي تقدر تاخد فيها الطبقة العادية والطبقة القرار في غيابي الأنا إن قلبي تاخد أنا من أنا في غيابي الأنا إن قلبي طبعا فكرة الهارموني أنه يعطيك ثقل أكثر في الكورال وطبعا أنا استخدمت فقط علشان أوضح لك الفكرة لكن أنت إذا صدت الهارموني أكيد سجله لا تمعتمد على أنك تاخد كوبي من هذا لأنك تطيح في مشاكل الفيز بشكل مزعج الفكرة اللي أنا أتكلم فيها وهي سلوب الختامي أنا من أنا في غياب أنا أنا إن قلبي تارض لاحظ لما طفينا هذا أو حدفنا فجاني على طول إحساس الختام أو الهدوء في غياب أنا في غياب أنا إن قلبي تارض شوف لما فصل عنهم صوت الصلو هم أعطوك إحساس أن أنا أبغى أختم ففي النهاية فعلا ختمنا نلاحظ والآن ختمنا طيب السؤال هل فقط هذه الآلات التي أستخدمها في مثل هذا العمل أو الإنشاء لا يعني هو العمل موسيقي فملاحظ إحنا ما عندنا أي آلة موسيقية فقط إقاع وصوت بشري لكن مع الريفير مع دي الأشياء أعطاننا إحساس جميل وأشعرنا أنه ممكن أن اكتفينا بهذا حقيقة ممكن أنك تكتفي بهذا الشي اللي موجود حاليا لكن لو حبيت أنك تضيف آلات طبعا ما تروح تضيف أي آلات وبس يعني عمل مثل هذا أنا بحكم يعني إحساسي الخاص أبع أحب أضيف عليه أكيد آلة البيس وراح تكون آلة البيس من الآلات الوترية يعني مش بيس إلكترك أكيد راح أضيف مثلا ممكن أني نضاف عليها عود العود يعطيك برضو يضيف لك الإحساس لسترينجات لسترينجات مش الكوردات لا لسترينجات اللي هي الخلطة الوريانتل الوتريات راح تضيف برضو الناي يعني هذه الآلات إضافت على العمل مثل هذا راح يعطيها جمال أكثر علشان أنت برضو تعطيها إحساس موسيقي واضح عوضا أنه فقط هنا إقاع والصوت صولو أو كورال وهكذا أتمنى شباب يعني الفكرة وضحت إليكم عمل جدا بسيط ولكن فيه فكرة هذا اللي أنا يعني حبيت أجيبة يعني مثال على توزيع برضو يلامسنا إحنا في أعمالنا نشتغل مثل هذه الأمور بشكل يعني ما بقول كثير إنما من الأشياء اللي نحب إحنا برضو نسويها اللي هو الأعمال هذه الوجدانية واللي إحساسها إحساس تواشيح لكن لو أنا أستخدم الآلات ووشي الآلات ووشي الطبقات وكيف طبيعة العمل هدوء لأن بعد ما تبغي تروح تحط آلات وتسحم الدنيا وبعدين يضيع منك الإحساس هذا كل شيء بنسبة لمقطع اليوم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته